موسيقى موسيقى عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقمة عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقمة عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة موسيقى أهلا بكم ليه عالم تأخر الإنجاب يعني بيكون صاحب الجزء الأكبر من البياذبية العلمية اللي بتشديني له لأنه عالم فيه علم كتير جدا وفيه غير العلم الكتير طبعا رؤية للمعجزة الربانية العظيمة في الخلق الإنسان لكن فيه حاجة كمان مهمة قوي قوي أنه فيه ما يسمى بالتقديرات الطبية الخاصة ما يسمى بالتفصيل كل situation وكل كابلز كل زوجين لهم طريقة معينة في تفصيل الإسلوب العلاجي الخاص بهم وده شيء بيثير الشهية العلمية ده شيء يرضي الغرور الطبي العلمي اللي نمزاكرين لأن اللي نمزاكر في النهاية عايز يحس أنه هو ما بيشتغل شيء واحد زي واحد يسوي اتنين لا هو بيشتغل على حسب معطيات معينة المعطيات دي تختلف من شخص لشخص كل ذلك فيه مساحة للإبداع فيه مساحة للابتكار فيه مساحة لتنفيذ خطط علاجية غير تقليدية من ضمن الأسئلة المهمة جدا إم تتحرك؟ يعني حتى في سؤال إم تتحرك أروح كزوجين لمركز تأخر إنجاب؟ الموضوع يختلف مسابت مش قاعدة مفيش قاعدة سابتة في عالم تأخر الإنجاب غالبا كل القواعد مال يابل بتعتمد على خبرة وعلم فريق العمل اللي بينفذ التعامل مع حالة تأخر إنجاب ضيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال بيبدأ في حواره العلمي له أسلوب ومدرسة خاصة جدا في شرحه والتفصيل لكنه ممتع دائما في توصيله للمعلومة ضيف العزيز هو الأستاذ دكتور محمد حسني الأستاذ دكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحق المجاري وجراحات المناصير صاحب ماجستير الحق المجاري من جماعة ميسينا الإيطالية ودبلومة جراحات المناصير المتقدمة من الهند والدقيقة من فرنسا وجماعة المصرية للخصوبة والعق ووضو جمعية الأوروبية للخصوبة وجمعية أمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب وجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق في العزيز أهلا بك هل أنا دقيق في التوصيف اللي أنا قلته طبعا تأخر الحامل من من مش عايز أقول هي أمراض بس ده من الحالات التقدم العلمي فيها بيفيد ومن الحاجات المهمة جدا في حياة كل أسرة يعني أول الزوج والزوجة أول ما بيحصل بيتجوزوا طبعا أول حاجة بيفكروا فيها الإنجاب الموضوع لو تأخر شهر أو اتنين بيبدأ بالقلق فلازم طبعا يكون في يعني لازم يكون في بلان الزوج والزوجة لازم يحطوها ولازم يكون في معلومات اللي هو التصقيف الطبي الدور نحن كأطباء نوصلوا لأي زوج وزوجة لما يبدأوا يدوروا بحاجة زاديا عشان يعرفوا إمتى يلجأوا للتحاليل إمتى يلجأوا للفحوصات إمتى يلجأوا للخطوات بتاعة تأخر الحمل عشان ما يبدأوش يخشوا في قصة تبدأ تضرهم أو يخطو خطوة بدري عن معدن لأن طبعا أنا كل يوم بشوف حاجات من دي يعني بتبقى يعني متجوزة بقى لها شهر أو متجوزة بقى لها شهرين ولا أحدة كمية التنشيط مالوشة لازم الزوج والزوجة متجوزين بقى لهم ست شهر سبع شهور ولا أحد يعمل أشعب السبغة يعني موضوع بيبقى بدري طبعا لازم يكون فيه تصقيف طب للزوج والزوجة يعني حتى الاستشارة الطبيب يكون متخصص في تأخر الحمل مش أي دكتور نيسة ولادة دكتور متخصص في تأخر الحمل يبدأوا يسألوه يا دكتور إحنا هنعمل إيه هو طبعا هينصحهم الخطوات المعتادة أو الخطوات اللي مفروض يلجأوا لها أو العلاج اللي ممكن ياخدوه أو ما يخبهوش أو ما يدوروش خالص فطبعا دي يعمل حاجات مهمة طبعا تأخر الحمل له أنواع ممكن يقسمه طبعا فيه تأخر الحمل اللي هو تأخر الحمل الأولي وتأخر الحمل السنوي تأخر الحمل الأولي اللي هو زوج وزوجة حصل لهم تأخروا في الحمل لمدة سنة بدون حدوث حمل تماما ولازم تكون السنة دي اللي هي اللي هي علاقة زوجية منتظمة في خلال السنة ما يكونش الزوج مثلا بيجي شهر ويسافر شهر وقول انت كده تأخر الحمل لازم علاقة زوقية منتظمة لمدة سنة كاملة بعدون حدوث الحمل تماما تأخر الحمل السنوي اللي هو الزوج وزوجة عندهم أطفال أو حصل لهم حمل في الميدي كوليجين فيابيت اللي هو الحمل اكتمل اللي احنا يقدر نقوله هو الطفل ده يعيش اللي هو الولادة بعد الشهر السابع تمام سواء الطفل ده موجود أو مش موجود ولاده بعد الشهر السابع وحصل تأخر الحمل لمدة سنتين برضو علاقة زوجية منتظمة لمدة سنتين طيب ليه الحمل تأخر الحمل الأول السنة وتأخر الحمل السنوي سنتين لأن ممكن الأزواج اللي ما حصل لهمش حمل يكون عندهم مشاكل خافية لكن مجرد حدوث الحمل عنده الزوج و الزوجة المشاكل الخافية دي في الغالب ما يكونش موجودة ممكن يكون فيه أسباب جديدة طرقة أخارة الحمل الفحوصات لما أولا الزوجين في العادة بتحركوا إنتا لازم بعد السنة لا هو عشان برضو الأمانة الطبية الزوج و الزوجة أول ما يحصل التأخر في الحمل لحظوا يا دكتوري احنا ما حصلناش حمل بأننا 13-14 متجاوزين وما حصلناش حمل مش لازم اللي هما ما يعملوش حاجة لأ هم ممكن يلجأوا للفحوصات اللي هي العادية خالص اللي هي بتاع أي حالة تأخر حمل نعمل التحليل دي والفحوصات دي ولو لأنها كويسة أقول لهم روحوا البيت ولما يعد عليكم سنة تعالوا إيه بقى الفحوصات؟ الزوج طبعا رقم واحد رقم واحد الزوج اللي لازم يعمل تحليل سائل المنوي الزوج لو رفض يعمل تحليل سائل المنوي يبقى يعطي في البيت ما يجيش العيادة خلاص رقم واحد يبقى الزوج يعمل تحليل سائل المنوي رقم اتنين الزوجة بتعمل تحليل هرمونات تاني أو تالت يوم الضورة اللي هو تحليل هرموني الـ FSH والـ LH والـ TSH والبرولاكتن وممكن نعمل معها الـ E2 لو الزوجة سنها متقدم شوي تمام كده نعمل أشعة مهبلية ثلاثية لابعد عشان نشوف تجويف الرحم أخبره إيه ونشوف حجم المبيض أخبره إيه هل التحليل هرمونات اللي أنا عملتها متنسقة مع شكل المبيض ولا لأ تمام كده لقينا تحليل السائل المنوي كويس خلاص التحليل هرمونات كويسة أشعة ثلاثية لابعد كويسة أقعدوا في البيت لما يعد عليكم سنة علول طيب تحليل السائل المنوي كويس عشان تبقى الناس عارفة الأرقام اللي أنا هقولها دي لو أقل منها بنسبة 1% مش مقبولة العدد لكل ملي 15 مليون الحركة في نوعين من الحركة الحركة السريعة والحركة الكلية الحركة السريعة تبقى أكتر من 32% والحركة الكلية أكتر من 40% النسبة التشوهات تكون 4% أي رقم أقل من كده مش مقبول يعني لو طلع 31% والتسعة من عشرة أقولها تحليلك مش حالو طبعاً في شوية حاجات تانية موجودة في السائل المنوي اللي هو ما يكونش فيه صديد ما يكونش فيه اللزوجة عالية بس أنا أتكلم بالشكل العام اللي هو أهم حاجة عندي في تحليل السائل المنوي بالنسبة للزوجة تحليل هرومونات بتاعتها اللي هو الـ FSH يكون أقل من عشرة وكل ما كان أقل كل ما كان أفضل يعني مثلاً تحليل الـ FSH الثلاثة أحسن من أربعة والـ 4 أحسن من خمسة ليه بقى؟ ده معنى ذلك أن المبيض ده شغال بكفاءة عالية وهرومون الـ FSH مش لازم يكون عالي الـ Receptors ده مستقبلات هرومون الـ FSH شغالة كويس هرومون الـ LH لازم يكون أقل من عشرة هرومون الـ TSH ما يكونش أكتر من 2.5 3 كويس و 4 كويس و 5 كويس لوحدة ما بتدورش على حمل لكن واحدة بتدور على حمل لازم يكون هرومون الـ TSH أقل من 2.5 هرومون البرولاكتين ما يكونش أكتر من 35 الـ E2 بعمله في الحالات الكبيرة في السن لأنه هو بيديني خلفية عن هرومون الـ FSH ده كويس و لا لأنه فيه نسبة عكسية بينهم يعني مثلا لو فرض والـ E2 واحدة عندها 35 سنة والـ FSH بتاعها الـ E2 4 مثلا بس الـ E2 50 أو 60 لا ده هو منظر بس فده بيديني خلفية فبعمله دايما في الحالات الكبيرة في السن شوي هبدأ بالزوك هبدأ بالزوك جاء السياس طبعا ايه المشاكل اللي ممكن تكون عند الزوك تعالق الحمل فيه حاجات بتبقى موجودة في السائل المنوي بالشكل العام وفيه حاجات موجودة في وظيف السائل المنوي نفسه في الحيوان المنوي نفسه المشاكل اللي ممكن تكون موجودة ممكن تكون مشكلة في العدد اللي هو يكون العدد أقل من 15 مليون مشكلة ممكن تكون موجودة في الحركة اللي هي الحركة تبقى أقل من 22% السريعة أو 40% كلية أو فيه نسبة التشوهات عالية ممكن يكون فيه صديد موجود في السائل المنوي ده بيتخذ له علاج ممكن يكون فيه لزوجة في السائل المنوي ده برضو بيتخذ له علاج طيب لما أنا لاقي المشاكل دي أول حاجة بعملها أطلبها من الزوج اللي هو يعمل لي تحليل هرمونات عشان ممكن يكون فيه مشاكل هرمونية تؤدي إلى مشاكل في السائل المنوي أطلب منه أشع على الخصية عشان أشوف فيه التهبات في الخصية أشوف حجم الخصية كويس والأى أشوف في دوالي مش عشان أعمل الدوالي عشان أخد علاج للدوالي ولا أنا من الناس اللي ضد عملية الدوالي وبقولها صراحة لأن مشاكلها أكتر من نفعها فيه ناس كتير عملوا الدوالي بقى أو أزو اسبرمية بعد كده ومش غلطة من الجراح هي دي موجودة فعشان أشوف في دوالي ولا فيه دوالي ناخد لها علاج مفيش دوالي خلاص كده فدي المشاكل ممكن تكون موجودة فيه إيه في التحليل والعلاج اللي ممكن يكون موجود ديها طيب أنا فرض وعملت تحديل سائل المنوي والسائل المنوي بتاعها كويس والزوجة ما فيش فاهم مشاكل وبرضو ما بيحصلش حامل ساعتها بنلجأ لتكسر المادة الوراثية اللي هي الوظيفة بتاعة الحيوان المنوي هل ده حيوان منوي شكله حلو ولا لا ودائما بشبهها بالعربية الزيرو هل فاهم طور شغال ولا لا الصفة المادة الوراثية اللي موجودة في الحيوان المنوي دي قادرة على تخصيب البيضة واستكمال عملية الحمل ولا لا اللي هو الرقم المفروض يكون أقل من عشرين في الجريزون من عشرين لتلاتين وفوق التلاتين طبعا ده اللي سيء جدا ومحتاج علاج خلينا نروح بقى للرحم الرحم هو البيت اللي بيبدأ فيه الحمل هو المكان اللي بيكون فيه الجنيه متى حيك عارف ان في اليابان بيحسبوا عمر الحمل من يوم حدوث الشخص من يوم حدوث الحمل ومش من يوم مولادة اه يعني هو مثلا اه يعني انا ما كده اكبر ده الخبا السوري وكوريا برضو نفس الكلام كوريين بيعملوا نفس الحركة دي يعني بيكتب في تاريخ ميلاده وكذا اه كذا اه مش مولود يوم كذا لا حدوث الحمل يوم كذا اه وحي منهم واحد ده فعلا ده حي الرحم احكيلي اللي ممكن يوجد فيهات التجويف الهام جدا قد يعوقها الحمل الرحم ده البيت اللي بيحصل في الحمل الرحم ده اللي بيشكل خمسين في المية من عملية حدوث الحمل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الرحم طبعا احنا بنعمل اشعة مهبلية ثلاثية لبعض الاشعة مهبلية ثلاثية لبعض بيتبين الرحم كشكل عامل ازاي بيتبين بيطنط الرحم شكل عامل ازاي وفيه دور ما بيقومش به الاشعة مهبلية ثلاثية لبعض اللي هي الانبيب الرحم قنوات فلوب دي انهال القنوات فلوب سلكة ولا مش سلكة فهل تهبات او ما فيش فهل تهبات يعني فيه حاجتين بيشخصوه للرحم اول حاجة الاشعة المهبلية ثلاثية لبعض تاني حاجة الاشعة بالسبب والاتنين دايما بيكملوا بعض يعني لا يمكن نستغناء على الحجم التانية المشاكل اللي ممكن تكون نبدأ في الانبيب الاول المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الانبيب اول حاجة انسداد قنوات فلوب خلاص ممكن تكون فيها التهبات ممكن تكون فيها ارتشاح ممكن تكون الاهداب اللي موجودة واللي مسؤولة عن حركة البيضة جوه الانبوبة وبداية عملية الحمل مش موجودة وده بتتشخص بالمنظر مش بالاشعة ثلاثية لابعض ولا بالاشعة بسوا نخش نزل تحت شوية بقى الرحم نفسه الرحم ممكن يكون في مشاكل يا اما في بطانة الرحم نفسه يا اما في شكل الرحم او في جدار الرحم نفسه بطانة الرحم اللي هي لازم يكون لها مواصفات معينة اللي هي سمكها يكون من سبعة ملي لاربعتاشر ملي تكون ترايلامينار اللي هي تلات خطوط لون بطانة الرحم يكون قريب من لون جدار الرحم اللي هو المايومتريم ده بالصفات بطانة الرحم الحاجات اللي هي الشكل الرحم الرحم ممكن يكون رحم زو قرن واحد رحم زو قرنين حاجز رحمي هو رحم طبيعي حاجز الرحمي بأنواعه اللي هو الحاجز الرحم المكتمل الحاجز الرحمي الغير مكتمل والتقاوس الرحمي اللي هو الأركويتليوترس ده المشاكل اللي ممكن تكون موجودة فيه اللي هي تشوهات الرحم أو مش عايز بقول تشوهات فيها لما شوفها قول ديها تأثر على حدوث الحمل لان فيه او رملة فيها ما بتأثرش ما بتأثرش اولا المكان يكون بعيد عن تجويف الرحم ثانيا الحجم يكون الحجم اكتر من خمسة سنت لو فيه حجم الحاجتين دول موجودين ساعت اقول ان ورا من ليف ده بيؤثر على حدوث الحمل ضيف العزيزة الكيمة العربية المتميزة والاسم الكبير في هذا المجال لأستاذ الدكتور محمد حسن استشاري النساء والتوليد والعقب تأخر الإنجاب استشاري الحق المجالي وجرحات المناظر وصاحب ماجستير الحق المجالي من جماعة ميسيني الإيطالية ودبلوم الجرحات المناظر المتقدمة والمناظر الدقيقة وعضو جمعيات الأوروبية والمصر الأمريكية الخصوبة والعقب كان ضيف في واحدة من الحلقات المتميزة للغاية في عالم الناس الحلو يبقى الناس الحلو دائما ممتع في عالم الإخصاب في عالم تعامل مع تأخر الإنجاب لانه عالم يجمع ما بين العلم وبين الرغبة الملحة في وجود خليفة اللي هو الابن يعني وبين أيضا الصورة العظيمة لقدرة الخالق سبحانه وتعالى في إنبات مخلوق هو الإنسان خليكوا دايما مع الناس الحلوة